فضلات الدكتور أولاً ماذا تقول عن مفتاح شخصية قارئ جليل القرآن الكريم بحجم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتح الشعشعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الشيخ عبد الفتح الشعشعي مفتاح شخصيته أنه مصور المعاني ويمكن أن نقول مصور القرآن يبقى ده خاص بعبد الفتح الشعشعي كان زمان لما يحبوا في المدارس أنه هما يقربوا قصة ويرسموها يعني قصة أهل الكهف مثلاً أو قصة مثلاً زي القرنين أو قصة مثلاً النبي نوسى في هروبه من فرعون أم يرسموا بحره وبتاعه إزاي إن هو كل فرق قد توضي العظيم وحاجات زي كده عم فتح عمل كده بصوته الله يعني صوته الريشة اللي رسم بيها المعاني القرآنية الله جمال فهو مصور معاني القرآن أو خلينا نختصر ونقول مصور القرآن جميل طيب يعني مدموعة وختمة الشيخ عبد الفتح الشعشاعي الألبوم بتاع الصور بتاع القرآن ألبوم الصور بتاع القرآن ودي الخاصية بتاعته شخصيته كده شخصيته هو ولد الله يرحمه 1890 فهو من أبناء القرن التاسع عشر الميلادي ومات رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه سنة 62 يعني عنده 72 سنة شفت الشيخ رفعة ميت عنده 68 وستين وهو قبليه بتامن سنوات 1882 فهو رفعة أكبر لكن على كل حال تامن سنوات بسيطة فهو أدرك برضو الشيخ درويش الحريري وأدرك برضو أحمد ندا وأدرك برضو الشيخ محمد سلامة وأدرك الشيخ القناوي كان فيه واحد اسمه الشيخ القناوي ملوش تسجيلات فأدرك الناس دي وأدركها بقوة الصوت بتاعه احنا عندنا الصوت لما يبقى واطي وميقوله قرار يعني كأنك بتعمل ايه كأنك بتعمل بيزمنت كده البدروم أو البيزمنت ينزل بصوت الأقل درجة يعني اه المنحنى التحت كده وبعدين جواب المنحنى الفوق قمة قمة بتطلع فوق وهو تحت الصوت خفيد جاي خفيد كده هو صوته عميق وواسع دي تحفة ما تلاقيهاش كتير عميق وواسع في القرار القرارات بتاعته واسعة كده هو وبعدين يطلع فينبغي بقى أنه يطلع بنسبة من الصوت اللي هو ابتدى بيه ده طلع بنفس النسبة بنفس القوة بنفس القوة بنفس المساحة والعرض واخد بالك ازاي فهو نازل نازل بعرض كبير وهو طلع طلع بنفس العرض دي عملية عجيبة غريبة ما تلاقيهاش وبعدين ما يشاركش أبدا بأن نفسه اتقطع ولا نفسه أبدا لا يمكن لما تقعد تسمعوا مئة ساعة ما تطلعنوش أبدا أنه ده نفسه خلص عندهنفة بينقل بقى أو بيلموا روحه يهد شواء عشان ناخد نفسه آه لا الحاجات دي اللي احنا بنسميها المواهب الربانية والمنح السمدانية يعني هي كده يعني جاي من ربنا كده بس هي في أهل مصر وربنا مكترها